يتفضل في الامتحان الجزء المقالي. المقالي في اللغة الفرنسية عبارة عن جزءين. اول جزء الايميل اللي هو الجزء ده. وتاني جزء السجي. اللي هو الجزء الاخير ده. طب تعانوا اتكلم عن الايميل والسجي لان في طلبة كتير جدا بتشتكي من المقالي. اول حاجة الايميل اللي فوق. الايميل بيقول لك وطبعا لازم تاخدوا بلكم من كلمة بيقول لك جاوب على الايميل بتلت جمل كاملين. يعني ايه جملة كاملة? يعني ما نفعش تختصر في الايميل. غلط تختصر. فلابد من احنا نلاحظ الجزءية دي. اجابة كاملة. طيب. اجابة كاملة ازاي? ساليو يا روان. زك يا روان. اجابة كاملة ازاي يا جماعة? يعني بص بقى. هو بيقول لي ساليو? هرد اقول له ساليو عادي. هرد عليه. اقول له اهلا. بيبطل يبقى يقول لي ايه? اين انت تسكن. بدل ما اقول له مثلا ايه بدل ما اقول له ابا غي في باريس مثلا? او اطنطا مثلا في طنطا? اقول له اجابة كاملة تبقى ايه? يبقى انا اسكن في طنطا. يبقى كده جملة كاملة. طيب. الجملة كاملة اللي هي فعلة وفعلة ومفعولية. فهو بيقول لي ايه اين انت تسكن? فهو بيقول لي اين انت? ففي الاجابة هقول له ايه? انا اسكن. فبالتالي هحول تيه الى الجيه. وبعد كده فعل ابيتيه ده بغمياء مجموعة اولى. لانه مع تيه اخره اس. وطبعا كلنا عارفين المجموعة الاولى بتطرف ازاي? يبقى مع الجيه اخره. تمام كده? ايه. بس في ملحوظة لا استاذ انت نستها. ايه احنا قلنا ان الجيه لو جيه وراها متحرك تتحول لجيه ايه? تتحول لجيه. تمام كده? لو سمحت يا جماعة محدش يفتح المايك. بتتحول لجيه ايه? ايه? طب يا استاذة هو الاش حرف متحرك. بص يا عزيزي. في علم الصوتيات في الفونيتيك بيقول لك ان الاش دوت اه فيه نوعين. اش ميه او اش اسبري. الاش ميه ديت اللي هي السامتة اللتي تعامل معاملة المتحرك. والاش اسبري دي المنطوقة مجازا كأننا بننطقها يعني. ودي تعامل معاملة الساكن. تمام? انما في الاساس اصلا الاش حرف ساكن. حتى هتلاقيه بعض الكلمات اللي في المنهج والكلمات دي خطيرة جدا. هتلاقيه ساكن زي كلمة كرة اليد. زي كلمة اه مصر العليا. زي كلمة جزر الهفان. زي كلمة الفرنسية. زي كلمة اللي هي اللغة الهندية. الى اخير. المهم جابيت انا قلت انا اسكن. المدن كلها بتاخد اه. بس اصناق طبعا المدن الشازة. تانية واحدة جماعة. اقول مسلا جابيت اتنت. اصناق بقى المدن اللي قلنا عليه في اول حصة بيقول كوموني تافيل. كيف تكون مدنتك? فهو اذا عايز هنا لنا اصف مدنتي. فهو بيقول لي كومون تافيل تا تا مدنتك. فلما جاوب احاول التا إلى ما عشان اقول مدنتي. يبقى ما فيلا. خلي بالك بقى من الحاجات التحولات دي. وهقول تكون. نفس تصريف الفعل. لان فيل موجودة زي معي. مدنتي تكون. على فكرة اسمه اتر مش اتر. ادخلوا شوفوه على جوجل كده. ده تصريف اتر. المهم ما فيل ايه مدنتي بتكون? واقول اي حاجة. اسهل حاجة مسلا اقول جران بس اقب بالك. كلمة فيل مؤنسة. فهانس جران اضف لها ا. بقت جران. مدنتي بتكون كبيرة. بقول لي كسك تيان دون تا فيل. كسك ماذا? تيان تحب دون تا فيل في مدنتي. طبعا كسك دي يا شباب لو حبيت اجيبها في النص او الاخر بحاولها لو حد يفتكر يعني المعلومة دي. ماذا تحب? هقول له انا احب. يبقى جي ايه ماخيرة ايه. انا احب. هقول مسلا لو. آآ ماذا تحب في مدنتك مسلا لو بارك. الحديكو. ايه? و لا. مسلا آآ ليمو نيمو الاثار اللي فيه. مسلا. حاجة بسيطة. كده جاوبت على سؤال الايميل. طبعا يا جماعة اقول لكم فيلوم مايك بس عشان آآ المقالي انا اللي هشرحه فمحتاج تركيز شوية. لكن طبعا اثناء الحصص احنا بنفتح لكم المايك وبنتكلم وبنتناقش عادي. يعني كل ده متاح طبعا. بل بالعكس انا بحب الطلبة اللي بتدفعل معي جدا يعني. المهم. بيقول لك. هنا ايه استاذ? هنا ايه? هتكتب من خمسة وعشرين لتلاتين كلمة. يعني بالحزبة كده حوالي سبع جمل او تمن جمل يا شباب. بتاعنا بيبقى سبع جمل او تمن جمل. طيب تعال لكده نفضله مساحة عشان نكتب كويس. كتبت بتقول ساليو. لا ده قالت الايميل. جميل جدا. جميل ريستوران ايه? الله الله. جميل جدا. ممتازة. بعد كده يا شباب. هناخد السجي. طيب السجي. هنا بيقول لك بارلي دي تي بو جي. بوندولي فاكونس. اتكلم عن مشروعاتك في الاجازة. وطبعا الناس اللي كانت مزاكرة كويس عارفة ان ده درس الفتير بروش. المستقبل القريب. اللي هو تصريف فعل اليه? زائد الفعل في المصدر. المستقبل ليه? لانك هتكلم عن مشروعاتك حاجات انت لسه عايز تعملها. مشروعات دي يعني حاجات انت عايز تعملها بتشرع في فعلها. في الاجازة في الكلام ده في المستقبل. بقول لك اوتيفا او افكي مع من? وكمان هتقول له كاسكتيفي. ماذا تفحل? طيب. اول حاجة اتخيل. هعمل ايه في الاجازة? انت لازم تحدد تعمل ايه? هتعمل ايه ميسيو? طيب. انا في الاجازة مثلا هقول انا هذهب الى القاهرة وهذهب الى الاسكندرية مثلا. هستخدم حاجتين عشان اقدركت بالسبع تمن جمل. فهستخدم حاجتين هعمله. هقول القاهرة. وهقول ان رايح مع مين? وهعمل ايه هناك? وهقول مرة كمان الاسكندرية. وهقول رايح مع مين? وهقول هعمل ايه هناك? هنبتدي بالقاهرة. اولا متكلم عن مشروعاتك اثناء الاجازة. فانا من الزكاء هاخد جزء من الايه? من السجين اللي هو كاتبه? هقوم اقيل له هاخد الكلمة اللي هو قيلة. لازم كده تقنعه. تقنع المصحح. اثناء الاجازة. تمام كده? طيب. اقول. جي في. اي حاجة بها تقول جي في لانك هتجيب مستقبل وورا او هتجيب فعل تصريف عليه وورا مصدر عشان تجيب المستقبل. مسلا جي في ايه انا سوف اذهب او كير. القاهرة بتاخد او يا جماعة. او كير. الى القاهرة. جميل جميل. طيب هتروح مع مين? اقول جي في ايه انا سوف اذهب افيك مع مثلا مونامي نادر. انا سوف اذهب مع صديقي نادر. طيب يا ميسيور. نقطة. كاسكتي في ماذا تفعل بقى? هقول انا سوف ازور. يبقى برضو جي في واجيب فيزيتي في المزر. المستقبل يا جماعة جي في فيزيتي. طبعا ده تاخده في اخر درس. المستقبل ده. الناس اللي ما اخدتوش. كل اللي انت بتعمله عشان تجيب المستقبل بيتجيب اهو تصديق اليه. تمام? وبعدين تجيب فعل في المصدر. كده بقى مستقبل. وطبعا الي هنا معنى سوف. بص جي في الي او كير. سوف اذهب للطاهرة. جي في الي افك مونامي نادر. سوف اذهب مع صديقي نادر. جي في فيزيتي. انا سوف ازور. هقول مسلا سوف ازور. المتحف الايه? سوف ازور المتحف المصري. ايه? ومسلا نعمل مسافة الاول ايه? هنقول لبيغاميد. هي الاهرامات في الجيزة يعني بس ايه? ايه بتريد بتروحها من القاهرة يعني. فاهم انت من البترة وكده يعني? وايه لبيغاميد مسلا? والاهرامات. تمام? تمام. طيب. ممكن اقول حاجة تانية? ايه ممكن تعمله في القاهرة? في مليون حاجة تعملها في القاهرة. طب من اشهر حاجات في القاهرة ايه? النيل. اقول مسلا جي فيه. انا ازهب او سوف ازهب بقى جي فيه اليه? او بص بقى خليك ايه جبهله بحرفية شوي. هقول له انا سوف اتنزه. طبعا جي فيه ميه? بروميني ده فعل الزودامرين. طبعا الزودامرين اه حتى لو في المصدر بصرف ضميره حسب الفاعل. عشان كده الجي خدت ميه. زي فعل سابلي جو مابل الجي اتخذت ميه. اتخذت تي وكزا. جي فيه مبغاميني انا سوف اتنزه على شاطئ النيل وبورد على شاطئ دونيل النيل. كده انا قلت القاهرة وقلت وقلت هروح مع مين? وقلت هعمل ايه في القاهرة? بعد كده هقول مثلا كمان. طبعا اتنزه جمل ادي واحد اتنين تلتة اربعة خمسة ستة سبعة. طب ما حلو كده انا مش محتاج اكتب اسكندرية. ممكن اقول جملة كمان هعملها في القاهرة. هقول مسلا لوسوار في المساء. نقول مسلا ايه? اذهب الى المطعم. اقول جي في انا سوف اذهب. جي فيه الايه بقى. جي فيه الايه. ايه رستو دي استاذ? ايه رستو دي? رستو دي يا جماعة اختصر بيقولها في اللغة العمال الفرنسية. هكتبها لك كاملة بقى? في المساء انا هزب الى الايه? الى المطعم. طب تعالى نعدك كلمات كده عشان نعرف احنا بنكتب ايه او كتبنا ايه? تعالى ما نظلل لك عليها ونعدها. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بس خبلك اللي متكرر متحسبوش. يعني فيه قليت كررت خلاص بقى متحسباش. هنقول مثلا تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين. لأ. تسعة وعشرين بس. فانا هنا عملت حوالي ايه? تسعة وعشرين كلمة يا شباب وهو ده السوجيه بتاعي وبكده يبقى احنا قدرنا نحل المتحان شامل على المنهج بتاعي. طيب. عايز ابلغك بحاجة يا ميسيو. طبعا المواقف زي ما اتفقنا في الغالب هتيجي اختار ايجابتين بس انا قلت ادربك على الشكل ايه? ده والشكل ده يعني تبقى عارف ده وتبقى عارف ده. اه عايز اقولي يا جماعة عايز اقولي الفرنساوي زي ما قلت لكم في الاول اسهل مادة في السنوي. بس قوعة تنسى ان انت لازم تتأسس فيها كويس. التأسيس ده ممكن لو انت مش متأسس ما يستغردش اكتر من شهر. لو انت عندك نية للي انت تتأسس هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. اما الان يا جماعة فاحنا اه خلصنا. طبعا اي حاجة محتاجينها تواصلوا مع الادارة في اي وقت اربعة وعشرين ساعة احنا موجودين. احنا هدفنا في الاول اللي احنا نساعدكم. ويا رب دايما كده تكونوا متفوقين وتحققوا اهدفنا. انا دلوقتي خلصت اللي عنده اي اسئلة يتفضل يسألها. فاضل دقتينا ههو تفضل يسألوا يا جماعة. عندك اي اسئلة في اي شيء تفضل يسأل. اي حاجة في المادة عايزها تفضل يسأل برضو. تمام يا شباب. انا كده اه لتنصفيني الوقت انتهى خلاص. يعني انا كنت مبسوط جدا بكم. وطبعا انا لاحست كمان ان انتو ما شاء الله شطار جدا جدا جدا. يعني لاحست في تفاعل معايا وفي اجابات. وطبعا الامتحان كان في افكار ولاحست برضو ان انتو جاوبت كويس جدا. فطبعا شكرا للجميع. تمام اشوفكو على خير المرة الجاية ان شاء الله. سلام. طبعا شكرا يا روان على الكلام الجميل ده. شكلك كده يعني اه 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 ممتزة في الفرنسية. تمام كده? فطبعا دي بداية مبشرة لك ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب. الى اللقاء. سلام.